مجموعة من فناني الجليل واللقط يعمرون بيتاً مقدسياً قديماً من خلال يعرض لوحات وأعمال فنية معرضه من الجليل إلى القط يحتوي على كم من الجمال والإبداع وثقافة ويتمحور حول نقطة مشتركة وهي فلسطين نحن في المركز الثقافة الفرنسي بالقدس أنا عرضت في هذا المكان أكثر من مرة فشد المكان وكان فكرة إقامة المعرض أن يكون ست فنانين من الجليل وسبع فنانين من القط لأهمية هذا المكان من ناحية الجمالية والمعمارية وهو بيت مقدسي قديم مميز بدأت الفكرة بالتنسيق مع الأخ سميح الجعبري منصق المعارض في المركز وهو اللي صمم الكاتالوج والبوستر وكل ما يتعلق في هذا المعرض ومن كمان التنسيق هو اسم حلو يعني من القطس للجليل أو من الجليل للقدس يعني أنا عملت معارض في الناصر من شهرين اسمه القطس تسكنني وعملت في كفور يسيف يعني عشان تعرف أنه إحنا تجاربنا قديمة واتصالاتنا قديمة ومعارضنا قديمة مع فناننا في الشمال هي الفكرة من الجليل للقدس إنه إحنا الأعمال الفنية فيه إشي بجمعها مشترك هو فلسطين بشكل عام طبعا رسالتنا مهمة إنه فيش يفصل بين فنان فلسطيني ساكن بالناصر وفنان فلسطيني بالقدس إحنا بجمعنا قضية واحدة قضية فلسطين قضية وطنية تجمعنا الجمال والإبداع والثقافة تبال ورد عنا فكرة إحنا كنت دائما في تنسيخ دائما مع الأستاذ طالب دويك اللي كان إنه الشرف نشتغل معه مرة مرة تانية وكان الحكي من فترة طويلة كنا بنحكي عن معرض جماعي يجمع نخبة من الفنانين الفلسطينيين وفي النهاية في 2019 تمكننا إنه النظم معرض من الجليل إلى القدس شارك فيه ست فنانين من الجليل وسبع فنانين من القدس